هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا في هذا الفيديو سنتعرف وبالتفصيل الجميل على عضلة الركتس أبدامنس وهي العضلة الموجودة في منتصف الأبدمن سنقوم أولا باستذكار الائل أوز لمحاضرة الانترولاتر الأبدامنال هول ومن ثم نكمل الحديث عن هذه العضلة هذه المحاضرة ستكون عن الانتومي of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون from the beginning وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة الأبدمن أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن lecture 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات الانتومي of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل الانترولاتر الأبدامنال هول لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على الهول ستوري of the intralateral abdominal wall تشريحيا أما الآن فسنتعرف على ال-ILOs أو ال-Intended Learning Objectives لهذه المحاضرة فمثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على ال-overview سنقوم بأخذ overview بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل general description ل-layers of the intralateral abdominal wall سنقوم بعمل وصف عام على طبقات ال-Intralateral Abdominal Wall ومن ثم سنتعرف على الفاشة of the intralateral abdominal wall وبعد ذلك سنتعرف على المسلز of the intralateral abdominal wall وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على ال-rectus sheath وال-linealpa وال-embilical ring وأيضا سيكون لدينا functions and actions of the intralateral abdominal wall muscles والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن neurovascular structures of the intralateral abdominal wall الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا لل-intralateral abdominal wall وأخيرا سيكون لدينا summary لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن ال-ILOs لمحاضرة ال-intralateral abdominal wall بالكامل لذا فهذا الفيديو متعلق بال-ILO الرابع لهذه المحاضرة محاضرة ال-intralateral abdominal wall وهذا هو الفيديو الخامس عن أضلات ال-intralateral abdominal wall لذا لمن يريد أن يصبح جراح المستقبل فليشاركني طريق التعرف على هذه العضلة تعرفنا قبل قليل وبشكل تفصيلي جميل على ثلاث أضلات ال-external oblic muscle internal oblic muscle وال-transversus abdominis وتعرفنا بهذه العضلات على تفاصيل كثيرة ولكن قمنا بتصنيف هذه العضلات باعتبارها flat muscles ومن بداية هذا الفيديو نحن نعلم أن لدينا five muscles لدينا خمسة أضلات سنتعرف عليها خلال هذا الفيديو تعرفنا على ثلاثة three flat muscles وتبقى اثنان اثنان vertical فلدينا two vertical muscles لدينا أضلتين سيكونان موجودان بطريقة vertical ستكونان مرتبتان بطريقة عمودية فمثلما نلاحظ the two vertical muscles of the intralateral abdominal wall contained within the rectus sheath أي أن rectus abdominis والpyramidalis muscles كلاهما موجودتان في rectus sheath وقد تعرفنا على rectus sheath قبل قليل بطريقة مبسطة وإن شاء الله سنتعرف على rectus sheath بطريقة تفصيلية جميلة لأن له فيديو خاص به لأهميته فهناك two vertical muscles واحدة كبيرة وأساسية ومهمة هي عبارة عن rectus abdominis والثانية ليست أساسية وصغيرة وليست مهمة وهي عبارة عن البراميدالس muscle لذا فأن لدي خمسة أضلات في ال intralateral abdominal wall تعرفنا على ثلاثة ال external oblic muscle internal oblic muscle وال transversus abdominis muscle وتبقى أضلتين أحدهما أساسية ومهمة وكبيرة وهي عبارة عن rectus abdominis والثانية ليست مهمة وصغيرة وليست أساسية هي عبارة عن البراميدالس muscle مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن rectus abdominis muscle هذه هي عبارة عن الvertical muscle الأساسية التي سنقوم بتخطيتها خلال هذا الجزء من هذا الفيديو هذه هي عبارة عن البراميدالس التي هي عبارة عن أضلة صغيرة بالحقيقة ليست مهمة وليست موجودة في جميع البشر 20% من الأشخاص لا يملكون هذه العضلة وأنا شخصيا أعتقد أنني لا أملك هذه العضلة هنا نلاحظ أن rectus abdominis هذه على جهة الright وهذه على جهة left فنحن الآن لا ننظر إلى الجسم بطريقة anterior أي anterior aspect وإنما إلى حد ما هذه الaspect مائلة إلى اليمين لذا فهي off-leak aspect وليست anterior aspect فهذه rectus abdominis من دون أن يقوم rectus sheath بتخطيتها وهنا هذه عبارة عن rectus abdominis حينما قام rectus sheath بتخطيتها هذه عبارة عن قطعة من external oblique muscle وهذه أيضا قطعة من external oblique muscle مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن internal oblique muscle وهنا لا تتضح لدي الtransversus abdominis muscle لأنني حتى أرى الtransversus abdominis muscle أحتاج إلى أن أقوم بإزالة ال oblique internal muscle ولكن ما يهمنا من هذه الصورة أن هذه هي عبارة عن rectus abdominis وهذه أيضا عبارة عن rectus abdominis بعد أن قام rectus sheath بتخطيتها وهنا هذه عبارة عن البرميداليس muscle وإنما قلت أنها عبارة عن عضلة غير مهمة وسنقوم بتخطيتها بطريقة سريعة ونفهم ماذا سنحتاج من هذه العضلة إن شاء الله إذا مثل ما نلاحظ فسنبدأ بالlarge muscle من الvertical muscles ولدينا rectus abdominis muscle ستكون هي الأولى مثل ما نلاحظ هذه العضلة ليست بالمعقدة وإنما بسيطة إلى حد ما كدراسة تشريحية مثل ما نلاحظ أيضا سنقوم بتخطية الأوريجن والإنسرشن لهذه العضلة والأوريجن سيكون أي أن الأوريجن لهذه العضلة سيكون من هذه النقطة فالأوريجن سيكون من الأسفل والإنسرشن من الأعلى فمرة أخرى الأوريجن سيكون من البيوبك سينفيسيز والبيوبك كريست أما الإنسرشن فيكون في الزي فويت بروسس من الأسترنم والففث سيكست وسبنث كوستل كارتليز مثل ما نلاحظ أيضا مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن البيوبك سينفيسيز التي ستقوم الركتس أبدامنس بعمل أوريجن منها وهذه هي عبارة عن البيوبك كريست هنا تقريبا البيوبك كريست التي ستقوم الركتس أبدامنس أيضا بعمل أوريجن منها ومن ثم ستكمل طريقها الركتس أبدامنس إلى الأعلى وتقوم بعمل إنسرشن بالففث، سيكست، أند سيبنث كوستل كارتليز بالإضافة إلى الزي فويت بروسس أوف ذا سترنم مثل ما نلاحظ الأوريجن سيكون من البيوبك سينفيسيز والبيوبك كريست وتكمل هذه الركتس أبدامنس طريقها إلى الأعلى لكي تقوم بعمل إنسرشن بالزيفويد بروسس والكوستل كارتليز فرام 5 إلى 7 هذه أيضا صورة أخرى توضح الركتس أبدامنس هنا تقريبا سيكون الأوريجن للركتس أبدامنس مصل وهنا سيكون الإنسرشن ومثل ما نلاحظ تتضح لدينا الركتس أبدامنس من الانترال اسفكت للإنترالاترال أبدامنال وول هذه هي عبارة عن الركتس أبدامنس مصل ومثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الثري افلاوت مصلز التي قمنا بتخطيتها قبل قليل هذه الكسترال والانترال أبليك مصلز وهذه هنا تتضح الترانسفيرسس أبدامنس مصل لذا فإن الريكتس أبدامينس مصل ستكون ميديل لهذه الثري افلات مصل جميعها والثري افلات مصل ستكون لاترال للريكتس أبدامينس ولكن يجب أن نأخذ نقطة مهمة بنظر الاعتبار أن الأفانيروسيز لهذه الثري افلات مصل والذي يعتبر جزء من العضلة سيقوم بتغليف الريكتس أبدامينس من الأنتيرير ومن البوستيرير لذا فإن الريكتس أبدامينس ستشغل أكثر الانتيرير أسبكت للإنترولاترال أبدامينل بول بينما الثري فلات مصل ستشغل اللاترال أسبكتس أوف ذا انترولاترال أبدامينل بول هذه أيضا صورة أخرى من نتر الثمان ولاحة هذه هي عبارة عن الترانسفيرسس أبدامينس مصل وهذه هي عبارة عن الركتس أبدامينس مصل وهنا مثل ما تلاحظون قمنا بإزالة الريتال بريتونيوم والأكسترابريتونيال فات هذه الفرق ما بين هذه الجهة وهذه الجهة هو وجود الريتال بريتونيوم والأكسترابريتونيال فات ويتضح هذه هي عبارة عن الركتس أبدامينس وهنا هذا هو عبارة عن The lateral border of the rectus abdominis muscle وللتذكير ومهم أن نستثير دائما أن rectus abdominis تقوم بعمل من the pubic crest والpubic symphysis وتصعد إلى الأعلى لكي تعمل insertion في الزيفويد process والcostal carteris from 5 to 7 أما الانرفيشن للrectus abdominis فسيكون عن طريق Thoreco Abdominal Nerves from T6 to T12 Spinal Nerves مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن Thoreco Abdominal Nerves التي ستقوم بعمل innervation للrectus abdominis هنا تتضح لدي erectus abdominis ولكن مقصوصة لكي تظهر لدي النيرز وهنا أيضا erectus abdominis ولكن مغلفة بـ erectus sheath وهذه أيضا كما نلاحظ هذا هو عبارة عن أحد Thoreco Abdominal Nerves وأيضا سيكون الانتيريار ريمس هو من سيغذي الrectus abdominis كما هو الحال في الثري flat muscles التي قمنا بتغطيتها قبل قليل أما الآن فسنتعرف على action of the rectus abdominis muscle أيضا مثل ما نلاحظ فإنها ستقوم بعمل compression للأبدامين الفسرة كما هو الحال في الثلاث أضلات التي سبقتها وأيضا ستقوم بعمل flexion للترانك حتى الآن جميع الأضلات التي تعرفنا عليها تقوم بعمل flexion للترانك مع التransversus abdominis muscle ولكن هذه الرectus abdominis muscle ستقوم بعمل flexion للترانك at the lumbar region of the vertebral column أي ستقوم بعمل flexion للvertebral column في نقطة اللumbar region وأيضا هذه الرectus abdominis ستقوم بعمل stabilization ستقوم بتثبيت stabilizes and controls tilt of the pelvis antilordosis وهذه erectus abdominis أيضا ستقوم بعمل stabilization أي ستثبت وتقوم بعمل control أي ستتحكم بالتلت of the pelvis وهذا شيء نسميه antilordosis هذا المصطلح antilordosis سنتعرف عليه إن شاء الله حينما نقوم بدراسة البلفس بطريقة تفصيلية جميلة ولكن ما يهمنا الآن أن نفهم أن الركتس abdominis موجودة ما بين ال pubic symphysis وال pubic crest من الأسفل وال zephytoprocess والcostal cartilage من الأعلى فهذه هي نقاط ارتباط الركتس abdominis وأيضاً وأيضاً ستقوم بعمل tilting لل pelvis إلى الأمام أي أنها ستقوم بتدوير ال pelvis إلى الأعلى بهذا الشكل مثل ما تلاحظون على يدي الآن بهذا الشكل ولكي نضوي بشكل مبسط على فكرة اللوردوس والكيفوس فمثل ما نلاحظ هنا هذا التقعر من cervical region ومن posterior عملياً في cervical region من الب posterior فهذا نسميه لوردوس هذا التقعر هنا نسميه لوردوس أما هذا التحدب هنا في الثراسك فنسميه بالكيفوس وأيضاً هنا سيكون لدي لوردوس وهنا سيكون لدي كيفوس فحينما نقول أنت لوردوس أي أنها ستقوم بمقاومة اللوردوس وستعطي حركة للبلفس ستكون تلتينج بهذه الطريقة أي ستصعد البيوبيك سيمفسيز والبيوبيك كريست إلى العلى بعض الشيء لكي تحافظ على البوستر للبلفس لذا يلاحظ أن الأشخاص الذين لديهم ضعف بالريكتس أبدامين أس مصل سيتسبب ذلك بألم بأسفل الظهر لأن الفوستر أو البيوبيك ليس بالشكل المثالي ومثل ما نلاحظ هذا هنا كيفوس فحينما ستقوم هذه الركتس أبدامينس بعمل كونتراكشن فأنها ستجذب البيوبيك بهذا الشكل إلى الأعلى بعض الشيء وبالتالي ستقلل الضغط على هذه النقطة هنا مثل ما نلاحظ هناك تفاصيل أخرى في الحقيقة هي عبارة عن ولكن ما يهم أن نفهم ما هي وظيفة الركتس أبدامينس فعمل تلتينج للفلفس عملية مهمة جدا لكي تحافظ على البوستر للجسم بطريقة جيدة وبالتالي نضمن عدم حصول ألم أو ضرر للجسم بشكل عام ومثل ما نلاحظ أيضا في هذه الصورة هذه عبارة عن الركتس أبدامينس فحينما تقوم بعمل فإنها ستقوم بعمل تلتينج لهذا البالفيس بهذا الاتجاه أي لنفترض أن الركتس أبدامينس متصلة عند هذه النقطة من البالفيس فحينما تتقلص ستقوم بعمل هذه الحركة تلتينج أبوارد أما الآن فسنقوم بالتعرف على بعض الملاحظات فيما يخص الركتس أبدامينس كما عملنا في المسلز الثلاثة التي سبقتها الملاحظة الأولى قد تعرفنا على اللينيا ألبا على ما أعتقد بشكل جيد حتى الآن وعلمنا أن اللينيا ألبا سيتكون من الأبانيروس لأثري أفلات مسلز واللينيا ألبا لن يكون بنفس العرض من الأعلى ومن الأسفل فمن الأسفل سيكون ضيق نسبيا وحينما نصعد إلى الأعلى فسيزداد عرض اللينيا ألبا حتى يصل إلى هذه النقطة ويكون أريض لضعفين أو ثلاث أضعاف مقارنة بالإنفيريور بارت وهذا اللينيا ألبا هو من سيقوم بفصل الرictus abdominis muscles from the right and left لذا فاللينيا ألبا medial to the rectus abdominis بينما الرictus abdominis ستكون lateral to the linea ألبا كما هو الحال في اللينيا ألبا فإن الرictus abdominis حينما نصعد إلى الأعلى نلاحظ أنها أعرض بثلاث مرات مقارنة بالإنفيريور بارت لها ولكن هي أيضا من الأسفل أسمك بكثير مقارنة بالأعلى لذا فانطلاقا من الأسفل من الأورجين للرictus abdominis فكلما صعدنا إلى الأعلى ستكون الرictus abdominis أعرض ولكن أقل سمكا هذه النقاط تنفعنا في السرجري في المستقبل فللتلخيص الرictus abdominis من الأعلى ستكون أعرض مما هي عليه من الأسفل بثلاث مرات ولكنها من الأسفل ستكون أسمك مما هي عليه من الأعلى هذه تأكيدا للمعلومة التي قلتها قبل قليل أن الرictus abdominis من الأعلى تكون wide و thin مقارنة بحالها من الأسفل الذي سيكون narrow and thick most of the rectus abdominis is enclosed in the rectus sheath أغلب rectus abdominis muscle سيكون مغلف ب rectus sheath ولكن rectus abdominis لا تغلف ب rectus sheath بالكامل بالكامل rectus sheath والذي سيكون بشكل أساسي عبارة عن الأبنيوروس of the external oblique muscle مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن rectus sheath وقمنا بإزالة بعض من الأبنيوروس of the external oblique muscle وقمنا بإزالة الأبنيوروس تقريبا بالكامل واتضح لدينا مثل ما نلاحظ هنا هذه ال internal oblique muscle ويتضح أيضا أن ال internal oblique muscle ستقوم بتغليف ال rectus abdominis من الأمام لذا فكم ملخص فإن الأبنيوروس of the external and internal oblique muscles ستقوم بتغليف rectus abdominis من الأمام بالكامل فمثل ما نلاحظ هذه عبارة عن rectus abdominis من left والright وقمنا بأخذ مقطع أرضي عند هذه النقطة وعند هذه النقطة فعند هذه النقطة اتضح مثل ما نلاحظ أن rectus abdominis مغلف من الأمام بال epineuroses of the external and internal oblique muscles فهذا في اللون الأخضر وعبارة عن epineuroses of the external oblique muscle وفي اللون الأورنج أو البرتقالي وعبارة عن epineuroses of the internal oblique muscle ولكن بالمقابل فإن ال internal oblique muscle أيضا ستقوم بتغليف rectus abdominis من الخلف ونلاحظ أيضا وجود فرق ما بين هذه النقطة وهذه النقطة فيما يخص ترتيب epineuroses of the three flat muscles بالنسبة ل rectus abdominis وهذا وهذا شيء سنتعرف عليه إن شاء الله في فيديو قادم حينما نقوم باستخدام مصطلح ال arc line ومثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح الرectus sheath بمستويين هذا مستوى أسفل من ال arc line وهذا مستوى أعلى من ال arc line وسنتعرف على ال arc line إن شاء الله في الفيديو القادم ولكن ما يهمنا أن الرectus sheath أسفل من arc line ليس مكتمل مثل ما نلاحظ فهذه الجهة ليست مغلفة بالأفنيروس لهذه العضلات الثلاثة لالثري إفلات مصص التي تعرفنا عليها قبل قليل أما حينما نكون above لل arc line فمثل ما نلاحظ ستكون الرectus abdominis مغلفة بالكامل بال الرectus sheath حينما نراها عن طريق مقطع أراضي مثل ما نلاحظ transverse cut section أيضا مثل ما نلاحظ عند هذه النقطة فنلاحظ أن الرectus sheath يقوم بتغليف الرectus abdominis عند هذه النقطة وهذه النقطة ستكون above لل arc line أما below arc line فلن تكون مغطاة بالكامل فلن تكون الرectus abdominis مغلفة بالكامل بال rectus sheath لأن الرectus sheath غير مكتمل لذا فالمهم أن نعلم هذه المعلومة على وجه التحديد أي أن rectus sheath غير مكتمل ولا يقوم بتغليف الرectus abdominis بالكامل وإنما في نقاط معينة لن يقوم بتغليف الرectus abdominis بالكامل الملاحظة الخامسة تقول بأن الرectus abdominis is anchored anchored أي ستكون معلقة أو متصلة transversally بشكل أفقي by attachment to the anterior layer of the rectus abdominis at three or more tendinous intersections مثلا نلاحظ أن rectus abdominis ليست كاملة ففي أجزاء معينة هناك muscle fibers هنا لدي muscle fibers وهنا muscle fibers وهنا muscle fibers وأيضا هنا muscle fibers ولكن هناك تقطعات ما بين هذه المسل fibers هذه التقطعات في rectus abdominis سنسميها بال tendinous intersections وهذه التendinous intersections ستقوم بعمل anchoring transversally للrectus abdominis ماذا يعني ذلك بمعنى آخر هذا يعني أن tendinous intersections مثلا نلاحظ هذه التendinous intersections جميعها سترتبط أو ستندمج بال anterior layer of rectus sheath وال anterior layer of rectus sheath تتكون من الأبنيوروس of the external and internal obliic muscles لذا فليس من السهل إزالة anterior layer لل rectus sheath باعتبار أن anterior layer ستكون مرتبطة بال rectus abdominis muscle عن طريق tendinous intersections of the rectus abdominis وإلى هنا انتهى هذا الفيديو نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم الذي سيكون أيضا عن عضلة واحدة فقط وهي عبارة عن البراميدالس عبارة عن عضلة صغيرة على ما أعتقد أنك لم تسمع بها حتى الآن لذا نلتقي في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر